وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة بغادي ديقوع واشركم بروكا اليوم غنحضروا ديسير بارد بمداقة تشيزكي كي جي لديد جدا ورائع وكي تكون من ثلاثة ديال الطبقات طبقات ديال المونج الطبيعي بدون إضافة طبقة تانية بلاك خامف خاش أو القشدة الطريية والجبن وطبقة أخيرة بالبيسكويت اوريو ممكن تتعملوا أي نوع بيسكويت كتفضلوا إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتوا أول مرة كتزوروا القناة تشتركوا باش توصلوا بجديد الوصفات اللي تحضير هاد الوصفة غدي نحتاجوا تقريبا 150 جرام ديال بيسكويت اوريو 30 جرام ديال زبدة علبة ديال جبن جبلي علبة ديالا كخامف خاش أو القشدة الطريية وحبة ديال المونج أول حاجة غدي ناخدوا البيسكويت ديالنا نفتحوه على هاد الشكل ونحيدو هاد الحشوة اللي كتكون في الوسط نخليوها جانيبا ونستمرو حتى نكملو البيسكويت كلو ونضيروه في بلاستيك غيدائي ندوزو ليه بالدلك حتى يولي على هاد الشكل وغنضيفو عليه الزبدة اللي ضوبناها نخلطوه مزيان ونحاولو نوزعو هاد الخاليط على الكووس اللي غنقدموه فيهم الدسير ثم ندخلوهم لتلاجة على ما نوجدو الطبقات اللي بقات غدي ناخدو الحشوة اللي حيدنا ديال أوريون ندروها في إناء ونضيفو عليها لكخيم فخيش وجبن جبلي نخلطوه مزيان بيون سباتيول ونحاولو نطلعو هاد الكخيم بطراب كهربائي حتى تولي عندنا يون كخيم لي تقيلة غنخليوها جانبا ونقايو حبا ديال المونغ نقطعوها طريفات ونطحنوها في خلات كهربائي حتى تولي عندنا يون بيوغي على هاد الشكل غدي ندرو لكخيم ديالنا في جيب حلواني نخرجو الكقوس من تلاجة ونحاولو نوزعو عليهم كريمة كيما كتشوف ونضيفو الطبقة الأخيرة ديال المونغ ندخلوهم تلاجحتي بردو ويتقدمو بصحة وراحة شكرا على المتابعة